النهاردة وهنروح لتركيا تركيا أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق وده واحد من مؤسسين الحزب الحاكم اللي بينتمي إليه أردوغان حزب العدالة والتنمية أعلن استقلتم الحزب الحاكم ليه؟ قال إنه ده كان حليف أساسي الأردوغان يعني جزء وركن أساسي في الحزب الحاكم يعني ضربة سياسية كبيرة جدا وده شغل عدة مناصب حكومية كبيرة منها أيضا نائب رئيس الوزراء قال أنا كنت أحد مؤسسي هذا الحزب وكنت فخور بإني سهمت فيه من سنة 2001 لكن خلال تولي هذا المنصب كنت مؤمن بمبادئ لم أجدها وكنت في السنوات الأخيرة أجد فجوة عميقة بين العمل الحقيقي اللي بشوفه على الأرض الإجراءات اللي بشوفه على الأرض الرجل ده قابض على تلت البلد لحد الوقت وضاء ومستشارين وصحفيين ومحامين وكل حاجة فطبعا واحد من كوادر الحزب وده يعني ما كانش متوقع إن هو يتخلى عن أردغان في هذا التوقيت قال إنه ده صدمة كبيرة بالنسبة لي مش هقدر خلالها أستمر داخل الحزب وقال تصريح إنه تركيا بحاجة في الظروف الرهنة إلى رؤية جديدة للمستقبل النهاردة الفينانشل تايمز في افتتحيتها قالت إنه تخبط الرئيس التركي رجب تايب أردغان أنه يعاني من خسارتين خسارة في صندوق الاقتراع هذا العام وخسارة اقتصادية وقال إنه حجم الخسائر اللي بتشهدها الاقتصاديات التركية أصبح كبيرا جدا قالت إن الوضع زاد سوء بقرار إقالة محافظ البنك المركزي التركي قالت كمان إن قرار أردغان هو قرار متهور واعتبرت إقالة المحافظ بأنه ليس في حالة يعني اقتصادية أو أنه قرار سياسي ولكنه قرار يعود إلى الميول الاستبدادية التي تؤثر على السياسات الاقتصادية طبعا في الوقت ده عدد كبير جدا من المستثمرين في دول الخليج نسي تركيا مش بس المستثمرين حتى الناس اللي كانت بتروح تقضي أجهزتها في تركيا خلاص لغوا هذه الفكرة تركيا هي عدو الخليج العربي مش بس عدو المصر القنوات التركية تتحدث عن زعماء لهم هيبة ولهم تاريخ معاصرين وصابقين في الخليج العربي القنوات التركية تتحدث وتدعم برامج تلفزيونية تنال من شخصيات خليجية كبيرة جدا الأسرة الخليجية سواء في البحرين سواء في الكويت سواء في الإمارات وفي السعودية مستقين جدا من هذا الصلف التركي وطبعا قضية تركيا وضحة تماما في التدخلات وفي التعاون مع إيران فيما يخص الأمن القومي الخليجي زي ما بقول لحضراتكم خسارات سياسية وإقتصادية والفينانشل تايمز النهاردة قالت هذا التصريح ولا أعتقد أن هذا الأنب سيستمر طويلا ترجمة نانسي قنقر